اشتركوا في القناة اول اشي احنا حلقتنا بتتقسم لثلاث اقسام القسم الاول اللي هو هذا اللي احنا موجودين فيه اللي هو ثلث الاول هاد موجود في كل الفيديوهات لكل الابراج لكل شيء لانه هاي مقدمة بتشمل كل شيء عشان ما ظلش اعيد في نفس الحكي في كل حلقة لكل برج فباخذ الجزء هاد بنجله انا بحطه في كل التوقعات اول شيء اللي احنا منحب نحكي اذا انت حب ما بدك تسمع الابراج الكواكب الموجودة والزوايا والتأثيرات والتنقلات ما تسمع المقدمة الاولى ولا المقدمة الثانية اروح على الثلث الاخير واسمع التوقعات الاسبوعية لحالها وتفي بالغرض بحاول انا ادمج لك اياها بشكل مبسط هيك يعني وبشكل سلس وبحاول اجيب لك كل اشي العلاقة بتأثيرات الكواكب والزوايا احط لك اياها في التوقعات الاسبوعية فاروح على التوقعات الاسبوعية واسمعها اللي بحب يسمع معلومات عشان يتقف وعشان يفهم كيف علم الفلك وكيف منشتغل وكيف التأثيرات او شو سبب التأثيرات اللي بتصير عليه طولة الفترة هاي بقدر يتابع اللي هو الجزء الثاني اللي احنا بنحكي فيه عنه عن الكواكب وين موجودة في اي بيت لاله كل بيت هذا ايش التأثيرات اللي بسويها عليه ان كان ايجابية او سلبية بالنسبة للتوقعات انا ما بجامل فيها يعني اللي بنتظر انه هو بدي يسمع اشياء ايجابية فقط لا غير وامدح له او رجي الدنيا البحر الطحيني واخلي يعيش انه يعني كل كنوز الارض وكل الارباح وكل العاطف وكل الدنيا طبعا هذا الاشي مش رح تجده عندي اذا برجك بحكي هذا الاشي رح احكيه لك ايا اذا بحكي عقص هذا الاشي رح احكيه لك ايا لانه انا بالنسبة للي لا بجاملك ولا رح اجاملك ولا مستعد اني انا اجاملك لاني انا بدي اعطيك اشي انت تستفيد منه يكوني حاكي الواقع تبعك او الوضع تبعك فعشان هيك اذا انت مش عاجبك عادي جدا اطفل فيديو واطلع منه مش اني يعني انا بتعالى عليك او انا بدي اسمعك حكي او يعني متجمل عليك لا على اساس انك انت ما تضيع وقتك وفي نفس اللحظة ما تنزل في الاخر يعني انه ما فهمت اشي وما عجبتك الموضوع او ما عجبتك الطريقة روح ابحث في قنوات فيه اشخاص ممكن بوصلوه لك المعلومة احسن مني انا الاشخاص اللي متابعيني واللي بعرفوا الاسلوب بتاعي بعرفوا انه انا بالتوقعات اليومية انا بعطيك 12 توقع او 12 بيت بشرح لك كل الاوضاع الحياتية تبعتك طول اليوم وكل الاحتمالات اللي ممكن انت تئما تستفيد منها او انك تكسبها او تحتاط منها عشان برضو المسألة الاخيرة اللي هي الطالع اللي هي المسألة المشكلة الاساسية لكل واحد بيجي بيسأل بيقول لي انت بتحكي عن البرج ولا عن الطالع شو الفرق بين البرج والطالع لما انا بحكي توقعات هي هي اذا بدي احكي عن البرج بدي احكي توقعات ولما بدي احكي اذا انت طالعك مثلا لنفترض جدي وطالعك لنفترض انه جوزة مثلا واجيت انا بدي احكي بدي احكي برج الجديد وبدأ احكي الجوزة فانا هيك حكيت البرج وحكيت البرج ولكن انت بالنسبة للك البرج الثاني هذا صار طالعك فعشان هيك بتروح بتسمعه اذا انت حابب تسمعه الان اللي ما بيعرف طالعه ما يكتب عشان انا اطلع له طالعه لانه استخراج الطالع يعني انا في عندي مهام مش سهل اني انا اقعد استخرج الطالع لكل واحد في اشخاص على القناة يعني اعضاء موجودين هدولا بساعدوا بعد مرات لاستخراج الطالع انا عشان اسهل عليك المعلومة في صندوق الوصف انا حاط لك رابطين رابط بشرح لك موقع وديك على موقع عشان تستخرج منه طالعك ورابط بشرح لك كيف تستخدم الموقع هات اذا انت ما بتعرف لا هاي ولا هاي حاط لك رابط في جدول بتقدر من خلال الجدول تاخد لاقرب منزل الى الطالع تبعك وصفات الطالع موجودة برضو بتقدر انت تسمعها وتتأكد انه هذا بنطبق عليك ولا ما بنطبق عليك خلينا عشان ما نطيل المعلومات خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية اول اشي عشان نحكي عن وضع الكواكب برج الحمل طبعا المعروف انه الشمس ما زالت موجودة في البيت الرابع لا لك اللي هو في برج السرطان طبعا اللي بدو يسمع يعرف شو يعني البيوت في رابط برضو موجود في صندوق الوصف بشرح كل بيت وايش التأثيرات وايش يعني كل بيت او البيت ايش بيعني البيت هو البرج يعني هو البرج الرابع الاربعة بعديك او البيت الخامس البرج الخامس للك هذا كله الها تأثيرات عليك احنا منشارحها انا بحلقة وموجودة بصندوق الوصف طبعا بالنسبة للشمس موجودة في البيت الرابع اللي هو في السرطان كان وضعها سلبي جدا منتحس الفترة الماضية فعشان هيك كانت ضغط كله الوعلاقة في البيت او مشاكل بتتعلق في البيوت او العقار او العائلة الان بدو ينتقل يوم 22 اللي هو يوم الاربعة بدو تنتقل الشمس هاي وتصير موجودة في برج الاسد برج حليف للك وبرضو هو كوكب الاساسي لبرج الاسد فعشان هيك بتصير سعيدة وهذا بيتك الخامس يعني بيت العاطفي بيت الحضوض بيت الدعم بيت الامور اللي الها علاقة بالهوايات وبيت يعني اشياء ايجابية ومفرحة بالنسبة لك بيت حليف ممكن يعوضك عن كل الضغوط اللي مرت عليك بالفترة الماضية وتكون الفترة القادمة فترة ايجابية لصالحك بالنسبة لعطارد ما زال موجود في البيت الرابع بدو يصير بشكل ايجابي ابتداء من اليوم فعشان هيك رح يدعمك بطاقة قوية جدا الها علاقة لتدعيم علاقاتك المنزلية او امور الها علاقة بعقار او مشتر عقار او بيع او استثمار في امور عقارية او توافق عائلة او فرحة عائلية الزهرة موجودة في البيت الثالث طبعا هي اللي بتحركك او تعطيك طاقة اثناء الحركة والاتصالات والرغبة بالتنقلات والقدرة على ايصال المعلومة وسرعة البديهة وهاي الامور كلها بتعطيك فيها قوة وبرضو بتعطي البعض منك الرغبة في شراء سيارة او جهاز او الاهتمام بامور العلاقة بالاخوة او الجيران اما بالنسبة للمريخ فطبعا هو اللي بعطيك شوية عصبية وحدية لانه موجود عندك وصحيح هو كوكبك وهو ايجابي ولكن بالمقابل غير العصبية هو بعطيك الجراءة للاندفاع وبتكون مقدام وما بتهاب اي اشي وعندك ثقة عالية في نفسك بالنسبة للبيت العاشر اللي هو برج الجدي طبعا المشتري وبلوت وزحل موجودات فيه وبالثلاثة بتراجعوا فعشان هيك بتلاقي موضوع السمعة او اي شي بيهدد سمعتك بالفترة هاي بيكون دائما على المحك يعني الاتهامات موجودة الناس اللي بتحيك لك موجودين الامور والمشاكل اللي لها علاقة بالعمل برضو او مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل برضو بتكون موجودة كمشاكل او كخلافات او كحدية او تقلبات بالرأي او الانزعاج من مسائل الها علاقة بامورك في مكان العمل اما بالنسبة لنبتن فهو اللي بيعطي المخاوف او الخوف او الرهبة او بتحسب كثير لبعض المشاكل وبرضو بتركز على الاحلام الكوابيس اضغاث الاحلام المهابة من بعض الامور والوسوسة والقلق والخوف اما بالنسبة لأورانوس فهو اللي بيحدث المفاجآت على المستوى المالي فعشان هيك بتجد بعض التقلبات المالية او الامور المالية اللي ممكن بتصير معك بتأثر عليك بشكل سلبي وبرضو بتحدث بعض المشاكل او التقلبات على المستوى المالي اما ايجابية او سلبي يعني يا بتعطيك ثراء وفرص عالي جدا الها علاقة بالمال يا اما بتجيب لك التزامات وضغط وامور بتكون صعبة عليك على المستوى المالي هيك بنكون خلصنا عن وضعية الكواكب وتواجدها خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية ونشوف طبعا من اليوم من صباح اليوم الخميس وحتى عصر يوم السبت القمر موجود في الجوزاء عشان هيك بالفترة هاي اللي هي ما بين الخميس ويعصر السبت بتنشطوا في امور العلاقة بالسفر والاتصالات فاوض بثقة وجراءة وحاول الدفاع عن مواقفك وقضيتك ولكن بدك تتجنب الكلام اللاذع اللي هي الحدية بالمزاج والعصبية والتقلب والانتقاد ممكن في الفترة هاي انت ما ترتاح بسبب كثافة الاعمال اهمش انك تباكر لعملك وما تعرض نفسك للارهاق تتميز بفاعلية او دينماكية او ممكن تسمع بالفترة هاي جواب بعجبك اهم ايش انك ما تبالغ بمصاريفك او بمصروفك وبرضو تعملك نوع من انواع الاتصال الجيد ما بينك وبين الاخوة او احد الجيران على حسب وضعك او على حسب حياتك من عصر يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود في السرطان يعني بيتك الرابع تنهمكو في امور الهاصلة بالبيت والعائلة اهم ايش انك ما تحاول فرض وجهة نظرك على احد افراد العائلة ممكن تناقش بعض المسائل العائلية او تعمل تقارب او تهتم بامور الهاصلة بالبيت او العائلة بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم اهم ايش انك تحاذر من التصرفات العدائية وما تخالف القوانين والارشادات ممكن تعاني من الارهاق النفسي وممكن تسمع عتاب او لوم بسبب اهمالك او ممكن كلام جارح اما من مساء يوم الاثنين وحتى منتصف ليل يوم الاربعة على الخميس القمر بصير موجود بالاسد فعشان هيك بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة وايجابية بتنجح في حملة لترويج لسلعة مثلا او لا امر بتعلق فيك او لا عمل عشان هيك بالفترة هاي لازم تكون جريح جريء جدا وخصوصا في الطرح تاعك بتتسارع الاحداث بشكل مميز واستثنائي وبتتلقى جواب او عرض خلال الفترة هاي من ليل يوم الاربعاء على الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر بصير موجود بالعذراء وبما انه موجود بالعذراء يعني بيتك السادس فعشان هيك الامور بدك تنتبه لانه بتراكم فيها العمل اكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في انجاز الكثير منه بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاول ايجاد الحلول وعالج المسائل الطارئة لا توصل الى اتفاق ابحث عن حليف او دعم وتجنب الاساءة الى اصدقائك وشركائك حاذر برضو من التراجع الصحي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء